عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعا لمتابعة ما يتم اتخاذه من إجراءات لسد العجز النسبي في أعداد المعلمين على مستوى الجمهورية وذلك بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين خلال الاجتماع أكد رئيس الوزراء اهتمام الدولة بملف التعليم والحرص الدائم على إتاحة مزيد من الدعم لمختلف الركائز الأساسية التي تقوم عليها المنظومة التعليمية من خلال العمل على إتاحة وتوفير مختلف الإمكانات المالية والفنية اللازمة لذلك لفتا إلى دور المعلم المحوري في هذا القطاع الهام كما كلف مدبولي ببلورة المقترحات التي تم التوافق بشأنها لسرعة العمل على سد العجز في المعلمين على مستوى الجمهورية في قرارات وخطوات تنفيذية مؤكدا اهتمام الحكومة بقطاعي التعليم والصحة بوجه خاص مع توفير التمويل اللازم لذلك